بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس ان شاء الله راح نستكمل على الانتراكشن بين الوبجيكتس او التفاعل بين الوبجيكتس شفنا درس درس سابقة كيف نقارن بين two objects الدرس هذا راح نشوف كيف ننسخ قيمة object الى object اخر خلي نشوف لو بغينا اننا ننسخ قيمة اي الى اي تو اي هنا عندنا اسم علي ومحمد وعنده سالري الى اخره و اي تو برضو عنده سالري و عنده اي دي الى اخره فحنا نبغى ننسخ القيم الموجودة في اي ننسخها في اي تو تمام اه طبعا هنا انا مستخدم الكونستركتور راح اشرح ان شاء الله الكونستركتور اه لكن الان خلى يعني قيم اي هي علي ومحمد اه 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 و نقرى السالري حقه و الاي دي هو واحد واحد اثنين 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 ثلاثة ثلاثة نبغى ننسخ القيم هذه الى اه اللي في الوبجيكت اي الى اي تو طبعا لو كان عندك انت اكس و واي تبغى تنسخ ال اكس في الواي مضبوط خلو اكتبها لكم قدامكم لو كان عندك انت اكس اه اه مثلا خمسة تمام و ابغى انسخ عندي انت واي ابغى انسخ القيمة ال اكس في الواي اقول واي اكس بكل بساطة هذا تعودنا فهمنا فهمنا في ال simple variables او ال primitive data types الان لما يكون عندك اوبجيكت هل تستطيع انك تنسخ الوبجيكت فقط في الطريقة هذه تقول اي تو قيت اي تمام الوبجيكت اي تو قيت اي بمعنى انه راح تنسخ كل القيم اللي في اي في اي تو هذا خطأ كبير جدا جدا يقع فيه كثير من المبرمجين تمام خلنشوف الميموري اه ونشوف كيف اه وش معنى الكلام هذا اللي اه كتبنا وقدامنا طيب هذا عندنا طبعا بالنسبة للميموري عندنا هذا المرة ثانية هذا الهيب اللي فيه الوبجيكت وهذا استاك اه طبعا عندنا اه اول شيء استدعينا المين فهذه المين هذا الاكتباش الريكورد الخاص بالمين تمام والمين فيها two references two objects اللي هو عندنا الرفرنس الاول هذا الاي والرفرنس الثاني هو اي two والرفرنس هذول الاثنين يعشرون على two objects هذا الاوبجيكت اي two وهذا الاوبجيكت اي تمام تمام الابجيكت اي عنده اه first name علي زين هذا first name و last name هو محمد هذا last name و اه عنده الاي دي اللي واحد واحد اثنين 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 ثلاثة ثلاثة وعنده السلاري قلنا انا رح نقرأ السلاري فخلنا افرض ان السلاري عشرة آلاف طبعا اي two عنده برضو نفس الشيء قيم بس ما تمنا القيم هذه تمام ما تمنا القيم المخزنة في اي two زين طبعا لابد ان انا نوصل كل اوبجيكت او كل ريفرنس بالاوبجيكت الخاص به طيب تذكر الكود اللي كتبناه الكود اللي كتبناه هو كالتالي قلنا راح نقول e two gets e تمام فاصل منقوطة زين نبغى ننسخ e two نبغى ننسخ e في e two زين يعني بمعنى انه الاسم الاول حق e two يصير علي الاسم الثاني حق e two يصير محمد تمام الرقم يكون واحد واحد اثنين اثنين ثلاث ثلاثة وهكذا ولكن طبعا اللي راح يصير فعلا في البرنامج هو كالتالي انت قلت e two gets e انت نسخت الرفرنس في الرفرنس ثقط بكل بساطة هذا e وش قيمة e قيمة e انه يأشر على الوبجيكت هذا راح تكون قيمة e two انه يأشر على الوبجيكت هذا و نفقد طبعا القيمة هذه اللي هي الرفرنس كما قلنا احنا اي رفرنس و عبارة عن نوعان ذاكرة و حنا نمثله هنا بسهام تمام فاذا هذا هو بالضبط اللي راح يصير من الكود حقك اللي صار انك خسرت الوبجيكت هذا اللي هو كان e two خسرته خلاص ما عندك اي رفرنس الوبجيكت هذا طبعا فيه بالجافة ما يسمى بالقاربيج كليكتور راح يشير لك اللي هو الحق المسؤول النظافة او اللي يشير الفضلات راح يشير لك المخلفات الوبجيكت اللي ما لها اي رفرنس زي الوبجيكت هذا هذا برنامج موجود في الجافة و راح يكون عندك كل الريفرنس يشيرون على نفس الوبجيكت وهذا ليس هو ما نريد ما نريد انه ننسخ كل ايش اسمه كل قيمة كل الاتريبيوت الوحدة ها ننسخها زين هذا عنده الاسم الاول علي هذا اسم الاول علي هذا الادية حقه 1 1 2 2 3 3 يكون هذا الادية حقه 1 1 2 2 3 3 تمام اذا حالنا اللي كتبناه هنا حل غير صحيح في الحالة هذه لابد انه ننسخ حبه حبه و راح نسوي الشي هذا باستخدام ميثود مرة ثانية في الميثود هذه راح يكون راح نستخدم عملية الباس باي شيرينج او الباس باي رفرنس خلونا نشوف الطريقة الجديدة عندنا هذه هي الطريقة الجديدة راح نسوي ميثود خلو نشوف برنامج هذه هذا هو هذه الكلاس employee تمام وضعنا فيها ميثود جديدة زي الميثود شبيهة بالميثود equals اسمها copy2 زين الميثود هذي تستقبل ريفرنس لemployee ونستدعيها في الميل بدلا من أن نقول e2 gets e نقول انسخ e e.copy2 e2 هذا هو بالضبط اللي راح نسويه انسخ لي قيمة e في e2 باستخدام الميثود copy2 اللي كتبناها حلا خلونا نتبع copy2 نشوف كيف تعمل زين اول شي خلونا نرجع الريفرنس لقيمته الاصلية هذا الريفرنس e نرجع القيمته الاصلية ليو يأشر على هنا تمام هذالة 2 الاثنين طبعا وقيم e2 الاصلية ما تهمنا بالحالة هذه زين خلونا نخليها فاضية وممكن يكون الابجيك ما في قيم سوينا object دون ما يكون في قيم ابتدائية فقلنا نخليها فاضية نجي الآن ننفذ هذا في الميل مضبوط لاحظنا التنفيذ دائما في الميل فنجي ننفذ الجزء او العبارة هذه اللي قدامنا العبارة هذه تمام رح نسدعي المثل copy to رح نرسل e مكان dest 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 هنا مقصودة destination او المكان اللي راح ننسخ في القيم خلونا نشوف لما نسوي العملية هذه رح نجي طبعا هنا نسوينا Activation Record جديد هذا الActivation Record الجديد الActivation Record الجديد هذا رح يكون الميثود copy2 هذه الميثود copy2 تمام هذه الميثود main طبعا ومجرد أن نستجعي الميثود copy2 يكون عندنا Activation Record جديد يكون عندنا Reference E2 هذا الريفرنس عفوا Reference Dist هذا الريفرنس Dist اللي هو هذا وقيمة هنا نفسها قيمة E2 هذا Dist يأشر هنا وعندنا الريفرنس الرسال البرامتر المخفي E هذا رح يكون مكان This فهذا This ويأشر نفس ليأشر عليه E بما أن نستجعي الميثود على الأوبجيكت E تمام بالضبط نفس Equals تمرين إضافي على PassBy Reference وكيف التفاعل بين Two Objects بس في الحالة هذه ما رح نقارن رح ننسخ زين خلنا شوف الكود الآن كيف يتنفذ عندنا نجينا نقول Dist.ID دست.ID تمام اللي هو الـ ID هذا هذا الـ ID حق دست أو عفوا هذا الـ ID حق دست خلنا نكتب هنا ID وهنا نقول فر FN اللي فرس name وهنا LN اللي last name وهنا salary تمام هكتبنا شيء نفسها this فهذا this اللي هو الـ Object E تمام فياخذ قيمة الـ Object E اللي هو 1-1 2-2-3-3 فنسخنا الآن الـ ID لاحظنا نسخنا الـ ID من هنا إلى هنا مضبوط بالطريقة هذه نجي نقول أن Dist.FirstName gets FirstName هذا الفرس name حق دست هذا دست هذا الفرس name يأخذ الفرس name اللي هنا اللي هو علي Dist.LastName يأخذ الـ LastName هذا وين دست هذا دست مضبوط وين LastName اللي تبع دست هذا LastName اللي تبع دست يأخذ قيمة LastName فنجي ننسخ LastName اللي هو هذا عندنا هنا محمد وأخيرا Dist.Celary يأخذ salary وين دست هذا دست وين salary هذا salary يأخذ قيمة salary اللي تبع this هذه نتبعها هذه عندنا salary فنأخذ القيمة العشر الاف ونحطها هنا وبالطريقة هذه نسخنا قيمة E إلى E 2 هذا اللي سمعنا نسخنا قيمة E إلى E 2 copy 2 نضبوط copy 2 انسخ إلى انسخ E إلى E 2 هذا هو تقريبا الطريقة التي تستطيع تقرى فيها الكلام المكتوب قدامك انسخ انسخ قيم E إلى E 2 تمام وانتهينا من عملية النسخ نسخ اشتركوا في القناة